الدولة المصرية بتحاول بكل قوة تقليل معدلات الأمية في مختلف محافظات الجمهورية وده طبعا واضح من الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها هيئة محو الأمية وتعليم الكبار المنتشرة في أنحاء مصر النهاردة هنتكلم عن أهمية خفض معدلات الأمية وتأثير الإيجابي ده على المواطنين هنعرف كل هذه التفاصيل من الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار معانا دلوقتي على التليفون صبع الخير عليك يا دكتور يا دكتور دكتور عيد طيب بنتكلم عن جهود الدولة في محو الأمية وارتفاع المعدلات مجهود كبير الدولة بتبذلوا خلال الفترة الماضية من أجل محو أمية كل المواطنين طبعا محتاجين محو أمية وده مش في محافظة بعينها أو في منطقة بعينها لأ ده في كل محافظات الجمهورية ونتيجا النسب بترتفع بنسبة الناس طبعا اللي بيتم محو أميتهم من خلال الفترة اللي فاتت ارتفعت بنسبة كبيرة جدا نتيجة اهتمام الدولة بهذا الأمر واحد من أهم الحاجات اللي شغالة عليها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة الاستثمار في البشر أو الاستثمار في المصريين الاستثمار في صحتهم الاستثمار في تعليمهم الاستثمار في ثقافتهم دي حاجات أعتقد أن مرضودها حيبان بعد لما تكتمل التجربة يعني كلها حاجات ماشية على التوازي مش على التوالي المفروض أنها تجيب نتيجة سريعة مؤخرا كمان احنا شايفين الاهتمام بالمرأة وشايفين أن فيه اتجاه للمحافظات الحدودية اللي دي يمكن التعليم فيها كان أقل حظا والإقبال على التعليم لها دي الفئات بالذات كان يمكن أقل عشان كده بنلاقي حملات خاصة يا شازلي توعوية بفئات ما كانتش مقبلة على التعليم وحاولة لكسر تقاليد مجتمعية قديمة ما كانتش بتسمح بالتعليم أو يمكن نظرا لضيق اليد فكان بيتم اختيار تعليم الذكور على الإناس ولكن مع وجود مكافآت تحفيزية ومبادرات كتير صحية بالإضافة كمان لإدخال المجتمع المدني في الموضوع والمجتمع المدني بيتدخل بأن السيدات اللي بتروح محو الأمية بيتم تقديم لهم كمان أنواع من الواجبات وأكتر من الدعم في مواد تامونية يمكن ده بيساعد وبيحسس أنه ما فيش مشكلة كبيرة بتحصل لما الناس تروح تعلم بالعكس بيعود عليهم بالنفع بكل تأكيد والأساس في الموضوع ده زي ما ذكرت أنت في بداية كلامك هو الوعي يعني الناس يكون عندها الوعي الكافي بأهمية التعليم بنلاقي في بعض القرى وبعض النجوع وبعض الأماكن الحدودية زي ما أنت ذكرتي ما كانتش ثقافة التعليم منتشرة أو على الأقل حتى يعني الذكور فقط هم اللي بيتعلموا لكن مع الوعي بضروري التعليم كل فرد في هذا المجتمع دينا تكتو يعني بنشوف حتى أنا واخد بني خلال الفيديو حتى بص يا منا معايا كده اللي بنعرضه دلوقتي نسبة الأقبال من السيدات أعلى بكثير كمان من الأقبال من الذكور ومن الرجال لكن الوعي مهم وبنشوف في بعض الحالات يا جماعة المسألة مش مسألة محو أمية فقط لا بنشوف إقبال كبير من السيدات على استكمال مراحل التعليم المختلفة يعني بعد المناصل طبعا هو فيه من ضمن الحاجات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت وخطة الدولة أنها بتخلي كل طالب جميعي أنه عشان يحصل على شهادة التخرج أنه يمحي أمية عدد من الأشخاص وده نتيجته أن عدد الناس اللي بيتم محو أميتهم بيزيد يوم عن يوم وده بيفرق طبعا في خدمة المجتمع بشكل عام يمكن مؤخرا كمان فيه اتجاه محترم للحصول على تعليم محترم يعني جودة التعليم بقت بتفرق كتير الأول كان فيه بنلاقي كتير قوي قد يكونوا حصلين على شهادات الابتدائية مثلا وهم لا يقرأوا ولا يكتبوا أصلا كان بيبقى مجرد شهادات على الورق وخلاص ولكن في الفترة الأخيرة بقى فيه اهتمام بجودة التعليم بحيث أنه هو فعلا ما يبقاش ظاهريا بيقرأ ويكتب ولكن بالفعل هو أمي دلوقتي فعلا اللي بيحوز على هذه الشهادة بيكون فعلا تعلم اشتركوا في القناة